لنادي الأهلي نادي الأهلي زي ما حضرتك عارف كان في أجازة ولسه النهارده بدينت للتدريبات أكيد إصابة مام عشور هتكون أكيد مؤثرة بشكل أو بآخر رؤيتك لمباراة كبيرة خاصة مباراة سينبا تعارف الكرة في تنزانيا فيها تطور كبير جدا على مستوى سينبا على مستوى يانج أفريكان شايف المباراة صعوبتها هتكون فين يا كابتن يعني كلنا شايفين المباراة مش سهلا مباراة صعبة لنادي الأهلي قادر آه لكن هتكون مباراة صعبة هو طبعا مباراة صعبة فرقة سينبا فرقة بتطور بشكل كبير أو خلال الفترة الأخيرة ولها تجارب سخيفة معنا خلال الفترة اللي فاتت عندهم زهير جماهير كبير جدا جدا يعني متعصبين جدا للكورة وفرقتهم وكده وحسين ان طبعا يعني صعودهم للدور اللي بعده هو من خلال مباراة بتاعتهم هنا لانا ما ادمنش طبعا مباراة القاهرة ازاي؟ ممكن تحصل ازاي؟ فمن هنا هي الصعوبة في الجهة المقابلة طبعا النادي الأهلي بيعمل استعداده كامل لكل الفرق اللي بلعبها لانه عارف انه هو طالما طرف مباراة الناس التانية بتبقى مولع نار بيلعب البطل او المرشح الاول للبطولة فبيبقى عارف انه هو الطريق للبطولة هو من خلال مقابلته مع النادي الأهلي النادي الأهلي طبعا يعني الفترة الأخيرة احنا الحمد لله قلنا ان في اكتر من لعيب جاهز ودي ميزة كولر انه هو مجاهز اكتر من لعيب ورجلهم في الملعب عامل قاعدة كبيرة جدا من اللعيبة تقدرش تقول مين يلعب ومين ما يلعبش وكده طبعا في لعيبة بتعمل فارق زي امام عشور ده طبعا خسارة كبيرة طبعا للنادي الأهلي لانه هو من اللعيبة الاوليالة اللي بتعمل الدفاعية والهجومية بشكل كبير جدا عنده ميزة كبيرة ان هو بيبقى حاطة الماء وكرة بالجيله ان هو واحد على واحد بيرقص وبيعدي وبيخلق مساحات مش اللعب التقليدي من اللجناب ويباصي وهو واقف وكده وهو كمان كيف فورمة كويسة بالضبط كده وهداف وبروح على الجون وبيصوب من بعيد وبيلعف اوقات كتير جدا بليميكر فهو الحقيقة يعني لعيب ما شاء الله متكامل طب ممكن ازاي مستر كولر يعود غياب امام عشور هل يغير طريقة اللعبة ولا ممكن يبقى فيه بديل انه ينزل يعني هو ما بيغيرش الحقيقة طريقة لعبة هو طريقة لعبة يعني سابتة وبيلعب دايما من تحته وبينقله واستحواز وكده فيعني اعتقد ان فيه اللعيبة ممكن تقدي الدور ده طب فيه طبعا لعبة سابتة بس هو القلق بقى من اللعيبة المتواجدة مع المنتخب دلوقتي لان الحقيقة موجود مبارح كبير المضارات تانية برضو هتبقى فيها لعيبة كتير من برحم خمس لعيبة من نادي الاهل موجودين في الملعب وممكن المباراة اللي جاية برضو يبقى نفس العدد لو بقى المباراة التلات وانت سافر يمكن التلات بالليل قمت بقى تروح سفر وبعيد وعندك مباراة في اجواء مختلفة خالص خالص لعيبة بقى فاصلة بتجي تفصل بقى من منتخب وبطولة تطلع على حتة تانية خالص في بطولة تانية هل يا كابتن يعني ممكن نشوف برضو معرفش أنا يعني بحلم أو بفكر هل ممكن نلاقي كابتن حسام ممكن يحط ده في اعتباراته في المباراة قادمة أعادي بحسام لا بشي يحط المنتخب والمنتخب هو نمرة واحد وبالنسبة له نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة واللي شايف انه هو هيكسبه او حيفيده حيلعبه بغض النظر انه يبص على اي حاجة تانية احنا منقول بس الاهم من كده ان لما الناس تلعب ما يبقاش فيه اصابات تانية لان هادي الجهاد هنتعمل معا الناس يعني كافلين بقى ان احنا نحاول نعمل استشفى ولو انه ده هيبقى طبعا صعب لان الوقت دايق جدا وتنزانيا دي مش السودان مشوار ساعة وربعة للحاجة دي مشوار كبير جدا جدا وطقس تاني خالص غير المصرية بس هنقول للنادي الاهلي بخبراته بالمباراة بالظروف دي يعني لعب فيها اكتر من مرة مستر كولر هيبقى عايز ايم الموتش يعني حدك تقمص كده جهاز الفني انت رايح مباراة زي دي وعندك الزروف دي ما لازم تحط تارجت في المقام الاول ما دخلش فيك هدف صح في المقام الاول صح هكت تطلع بقى جزبان تطلع متعادل ما يدخلش فيك هدف وده الاهم فهيبقى فيه تأمين دفاعي كويس قوي قوي ويعتمد بقى على نص الملعب والسرعات على الاجناب لو ربنا اترمنا بهدف فحيفرق معنا او في المباراة التانية نعم الهدف الاساسي ما يدخلش فيك هدف اطلع بقى تعادل وطلع كاسبان اول والتاني والتالت والرابع يعني انت لو رحت لعبت المباراة دي وطلعت مثلا صفر صفر حد هيقولك انت عملت لا بالعكس في ظل الظروف دي كلها لا يعني انجاز طبعا طب اختيار سمبا للمباراة جمعة ده سنة كويس قوي اه طبعا مليون في المية عارفين ان في بطولة بتتعامل تعرفوا حتى ان البطولة تنقلت او خلي بالك كمان او الاتحاد الافروكي تدخل كما كانوا عايزين يعملوا المباراة دهر اة اتحاد الافروكي كمان طلع تصريح ان اي مباراة بتلاقي في رمضان ده الاتحاد الدولة احد الافروكي احد الافروكي اه اترحل بله لأنه كان من الوارد جداً أو هم طبيعي جداً ده هو مليون في الماكة يعني النهار ده هو درسك كويسة مليون في المائة أصلا هم خلي بالك كمان الفكرة أن سيمبا فيه تطور في الأداء عنده مدير فني دلوقتي رائع عنده لعيبة مميزة جداً مميزة وعمار سينية تأهلوا من المجموعة كابتن هاني تنزروفه ايه لا هو تأهل بشكل جيد سيمبا من الفرق دلوقتي المصنفة وتاريخها مع النادي الأهلي كمان تاريخ ما فيهش يعني متعادل لحد النار